السلام عليكم في الدرس ده نشرح ازاي نحول اي رقم من اي بيز لأي بيز تاني لو عندي رقم ديسيميل لو بيز عشر عايز احاوله البايناري بيز اتنين او اكتر بيز تمانية او بيز ستاشر او بيز سبعة او بيز تاني باخد الرقم ده وافضل اقسمه على الرقم بتاع البيز بتاع system اللي انا ريح له فلو من الديسيميل عايز احاول البايناري اقسم على اتنين لو من الديسيمال الاكتل اسم على تمانية لو من الديسيمال الهكس ديسيمال اسم على ستاشر لو من الديسيمال لبيس سبعة اسم على سبعة من ديسيمال لبيس حداشر اسم على حداشر وهكذا طب لو العكس عايز احول من البييناري او الاكتل او الهكس ديسيمال او بيس سبعة وبيس حداشر قوي بيس عايز احول من دول للديسيمال يبقى هضرب في الرقم بتاع البيس بتاع السيستم لو عندي بايناري عايز احوله الديسيمال هضرب في اتنين عندي اكتل عايز احوله الديسيمال اضرب في تمانية عندي عايز احاول للدسمال اضرب في ستاشر لو بيس سبعة يبقى اضرب في سبعة بيس حداشر اضرب في احداشر وهكزا طب ان حيزازين نحول من الباينري الاكتل او من الاكتل للباس سبعة او بيس حداشر في بمشي وفقا للرسمة دي فلو مسلا عايزا حول من الباينري لل اكتل يبقى اخد الرقم ده هو ادلي الديسمال واضرب في اتنين وبعد ما وصلت للديسمال وانا عايز اروح للاكتل اقوم اسم على تمانية طب لو هنفترض ان احنا عايزين نحول مسلا من بيس سبعة للاكتل في باخد الرقم اللي في بيس سبعة ده واضربه في سبعة يبقى نروح للديسيمال وعشان نروح للاكتل هقوم آسم على تمانية في تنويه مهم لو انا عندي البيس بتاعي اعلى من عشرة زي الهكسا ديسيمال مسلا لو بيس ستاشر باعتبر العشرة جوه الهكسا ديسيمال بتسوي ايه والحداشر بتسوي بيه الاتناشر سي ترتاشر دي الاربعتاشر ايه الخمستاشر اف هنوضح ده في المسائل فعلو هنفترض مسلا عندنا هنا سؤال دلوقتي انا عندي سؤال عايزين مسلا نحول من اه بيس لبس تاني فعندنا رقم في عايزين نحوله للديسيمال والبيس خمسة والبس سبعة عشان نحول اي رقم للديسيمال قلنا بنضرب في البيس بتاع النمبر ده فعندنا الرقم يبقى بيس ستاشر يبقى انا اخد كل رقم في دول واضربه في ستاشر يبقى دلوقتي هاجي اخد التلاتة واضربها في ستاشر باور زيرو وهاجي اخد الستة هاضربها في ستاشر بس باور واحد وهاجي اخد الدي احنا قلنا قبل كده ان ان الدي طالما هو اعلى من عاشر الدي بتساوي تلاتاشر فاجي اخد مكان الدي واكتب تلاتاشر ومضرب التلاتاشر في ستاشر باور اتنين واجمع الرقم دي كلها فيبقى عندي تلاتة في واحد اللي هي ستاشر باور زيرو زائد ستة في ستاشر زائد تلاتاشر في ستاشر سكوير هاجمع الرقم ده كله على الكالكوليتور هنكتب تلاتة في واحد زائد ستة في ستاشر زائد تلاتاشر في ستاشر سكوير هنلاقي الرقم ده بيساوي تلاتة اربعة اتنين سبعة هو ده الرقم بالديسيمال السؤال التاني عندنا الرقم نفسه لو بالهكس دي سيمال عايزين نحوله للباينري. احنا قلنا في الشرح اللي قبل كده لو عايزة احاول الهكس دي سيمال وباوردي الديسيمال فاضرب في ستاشر وبعد كده اقسم على اتنين وروح لباينري. احنا جبنا اصلا الرقم في الدي سيمال. يبقى نقدر اقسم على اتنين على طول. واجيب العقم في فانا عندي الرقم هون. تلاتة اربعة اتنين سبعة. هاسم على اتنين. هفضل اسم على اتنين. هفضل اسم ايه? على اتنين. فاجي نكتب. تلاتة اربعة اتنين سبعة. ونقسم على اتنين. هنلاقي رقم وفي ك three سناخد الرقم بس والكسر هنعتبره بواحد. اده كا ناخد الرقم كله. وناسم على اتنين. هناخد الرقم كله برضو الهاور الرقم بس. والكسر هنعتبه بواحد. ناخد الهاور رقم بس وناسم على اتنين. طبعًا ما فيش باقي هنحط زيرو. طيب. ناسم الرقم على اتنين. طبعًا ما ما فيش باقي هنحط زيرو نقسم الرقم على اتنين طالما ما فيش باقي هنحط زيرو نقسم الرقم على اتنين ناخد الهول نمبر وباقي الاسم هنحط واحد نقسم الرقم على اتنين ناخد الهول نمبر وباقي الاسم هنحط واحد نقسم الرقم على اتنين ما فيش باقي هنحط زيرو نقسم الرقم على اتنين ناخد الهول نمبر ونحط الهول نمبر على اتنين. تلاتة ما فيش باقي يبقى زيرو. نقسم الرقم تاني على اتنين. ناخد الهول نمبر وفي باقي بقى نحط هنا واحد. بعد كده ناخد الواحد على اتنين. ناخد الهول نمبر ونحط واحد. هللا ان الرقم ده بالدسمل بقى بيساوي واحد واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو زيرو واحد واحد. ده الرقم بالدسمل طيب. نفس الرقم ده ده رقم كده بالبينال. يبقى احنا جبنا الرقم بالدسمل وجبناه بالبينال. لو عايزين نحول الرقم لو ده عايزين نجيبه لبيز يبقى احنا الاول مفروض كنا نحوله للدسمل. حولنا هنا خلاص ضربنا في ستاشر. يبقى عايزين نحوله لبيز خمسة يبقى هنقسم على خمسة. هنقسم الرقم على خمسة. نكتب تلاتة اربعة اتنين سبعة. وناخد الرقم ده. نقسمه على خمسة تلاتة اربعة اتنين سبعة. نقسم على خمسة هتطلع ستة تمانية خمسة وكسر. هتسيب الكسر وتاخد ستة تمانية خمسة. وهتضربها في خمسة. هتلاقي تلاتة اربعة اتنين خمسة. في فرق اتنين. تم كاتب اتنين. تاخد الرقم ده. وتقسمه على خمسة. هتلاقي مية سبعة وتلاتين. اضرب والمية سبعة وتلاتين في خمسة هتلاقي نفس الرقم يبقى ما فيش باعي يبقى تكتب صفر تاخد المية سبعة وتلاتين تقسم على خمسة هتلاقي سبعة وعشرين وكسر هتسيب الكسر وهتاخد السبعة وعشرين هتضربها في خمسة هتلاقي مية خمسة وتلاتين فرق بين دول اتنين تقوم كاتب اتنين تاخد السبعة وعشرين وتقسمها على خمسة هتلاقي خمسة وكسر هتاخد الخمسة بس وتضرب الخمسة في خمسة. هتلاقي خمسة وعشرين. في فرق بين هم اتنين توم كاتب اتنين. هتيسم الخمسة على خمسة هتلاقي واحد. واحد في خمسة بخمسة مفيش فرق اكتب زيرو. واحد على خمسة هتلاقي صفر وكسر. صفر في خمسة بصفر. يبقى صفر ماينس الواحد هتلاقي في واحد. يبقى الاجابة هتكون الرقم ده. يبقى الرقم ده بيساوي الرقم ده طيب. سؤال كمان عايزين نحول الرقم نفس الرقم يبقى الاول هنحوله وحنا خلاص حولنا هنا. هناخد الرقم ده ونحوله تعمل نفس الده ده هتاخد تلاتة اربعة اتنين سبعة اسم على سبعة هتيسم على سبعة كزا مرة تاخد الرقم ده تلاتة اربعة اتنين سبعة اسم على سبعة هتلاقي اربعة تمانية تسعة وفي كسر خد اربعة تمانية تسعة اللي هو الهول نمبر اضرب في سبعة هتلاقي تلاتة اربعة اتنين سبعة في فرق اربعة اكتب اربعة تاخد الرقم ده تقسمه على سبعة هتلاقي تسعة وستين وكسر اضرب التسعة وستين في سبعة هتلاقي اربعة تمانية تلاتة فرق ستة اكتب ستة تسعة وستين اقسمه على سبعة هتلاقي تسعة وكسر اخد التسعة اضربها في سبعة تلاقيها تلاتة وستين فرق ست اكتب ست تسعة على سبعة هتلاقي واحد وكسر واحد في سبعة بسبعة الفرق منه اتنين نكتب اتنين واحد على سبعة بزيرو وكسر زيرو في سبعة بزيرو فرق من زيرو والواحد واحد يبقى واحد يبقى الرقم ده بالهكسا ديسمل هيساوي الرقم ده كابيز سيفن عندنا نمازج تانية للتحويل عندنا رقم ده بالبايناري يزيني نحاوله الديسمل واكتل وهكسا ديسمل وبيز اتناشر احنا قلنا في الشرح قبل كده لو عندي رقم بالبايناري عايزة حاوله الديسمل فقلنا اني بضرب في اتنين فباجي عند الرقم ده دلوقتي عندي واحد 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 زيرو عايزة حاوله الديسمل فباخد الرقم الاولاني واضربه في اتنين باور زيرو الرقم التاني واضربه في اتنين باور واحد الرقم التالت واضربه في اتنين باور اتنين. الرقم الرابع واضربه في اتنين باور تلاتة. الرقم الخامس واضربه اتنين باور اربعة. الرقم السادس واضربه في اتنين باور خمسة. هلاني دفدة اكيد بزيله يبقى اشتوبه. اخد دول بس واجمعها. فياخد اتنين باور واحد زائد دفدة اتنين باور اتنين زائد دفدة اتنين باور تلاتة زائد دفدة اتنين باور اربعة زائد دفدة اتنين باور خمسة. احطوهم كلهم على كالكوليتهم. هنا هلاقي عندي اتنين زاد اربعة زاد تمانية زاد ستاشر زاد اتنين وتلاتين. اتنين وستين. يبقى الرقم ده بالبيناري بيساوي اتنين وستين كديسيمل طيب. نفس الرقم اللي بالبيناري ده عايزين نحاوله للأكتر. احنا قلنا لو عايزين نحول من. البيناري. يبقى هاخد البيناري اضربه في اتنين اودي للديسيمل بعد كده الديسيمل هقسم على تمانية اروح للأكتر. يبقى اخد الرقم الديسيمل. واقسم على تمانية عشان اودي للأكتر طيب. يبقى تنين وستين على تمانية. هلاقي سبعة وكسر. خد الهول نمبر. وبعد كده اضرب السبعة في تمانية. هتلاقي خمسة وستين. فرق بين هنا وهنا ستة. اكتب ستة. بعد كاس سبعة على تمانية. هتلاقي زيرو كاسر زيرو في تمانية بزيرو فرق سبعة يبقى سبعة. يبقى الرقم ده بيساوي ستة وسبعين بالاكتل طيب. سؤال تاني عندي الرقم ده. بالبايناري عايزة حوله قلنا برضو نفس الكلام لو عندي عايزة حوله الرقم البايناري بحوله بضرب في اتنين. بعد كامل الديسيمال الهكسا ديسيمال هقسم على ستاشر. احنا من البايناري جبنا الديسيمال. يبقى اخد الديسيمال وقسم على ستاشر هجيب الهكسا ديسيمال. وبقى اخد الرقم الديسيمال. هقسم على ستاشر عشان اجيب الهكسا ديسيمال. طيب. اتنين وستين على ستاشر. هلاقي تلاتة وكسر. خد التلاتة واضرب التلاتة في ستاشر. هتلاقي تمانية واربعين. تمانية واربعين. مينس اتنين وستين. المفروض اربعتاشر. بس احنا قلنا لو البيز اللي عندك اعلى من عشرة الاربعتاشر هتبقى ايه? فانت مش هتكتب اربعتاشر. هتكتب ايه? طيب هتكتب تلاتة على ستاشر بزيرو كسر زيرو في ستاشر بزيرو يبقى فارق تلاتة اكتب تلاتة. يبقى الرقم ده بيساوي تلاتة ايه. طيب عندي كمان سؤال. عندنا سؤال الرقم ده هو نفسه. بالبيناري عايزين نحاوله مسلا لبيز اتناشة. نفس الكلام برضو لبيز مسلا اتناشة من البينار اضرء في اتنين لاي بيز ايه تأسم على ده. احنا جبنا خلاص البيز ده. وكل مرة اخدناها هناخد برضو نفس الرقم ده نأسم على ده اللي هو ٱ٠٢. على اتناشر. خمسة وكسر. خمسة في اتناشر بستين فارق اتنين اكتب اتنين. طيب. خمسة على اتناشر بصفر. سفر وكسر. سفر في اتناشر بسفر. فرق خمسة اكتب خمسة. يبقى الرقم ده بالبيناري بيساوي اتنين وخمسين كبيز اتناشر. يبقى احنا كده هنا حلينا برضو اه اربع نبازك تانيين بنحول من البييناري للديسيمال والاكتر والهكسا ديسيمال والبيز اتناشر. اه شرحنا قبل كده ازاي نحول من اي بيز لبيز تاني ولكن كان بيبقى دايما في في النص عندنا وسطة اللي هو عشان نحاول بنلاقي بين اي بيز وبيز كنا لازم نعدي على ديسيمال طيب. لو افترضنا ان احنا عايزين نحول من اه البيناري الاكتر او من البيناري الهكسا ديسيمال على طول من غير ما نعدي على الديسيمال. فانا عندي هنا تحويل مباشر من البيناري للأكتر والعكس صحيح. لو انا عايز البيناري احوله للأكتر الاكتر بيز تمانية. تمانية دي اتنين باور تلاتة. يبقى انا هياخد الرقم البيناري ده وقسمه تلاتة بتس. ليه? عشان ده? اتنين باور تلاتة. اقسم الرقم لتلاتة بتس. وكل تلاتة بت اشوفه ما بيساوه كام في الاكتر. طيب لو انا عايز احكس عايز من الاكتر اودي للبيناري. يبقى هاخد كل رقم اكتر وعبر عنه بتلاتة بت. طيب. لو نفترض ان احنا عايزين نحول من البيناري للهكسا ديسيمال. ده بالستاشر. ستاشر اتنين باور اربعة. يبقى هاخد الرقم البيناري. وقسمه لاربعة بتس. واشوف كل الاربعة بت بيساوه كام بالهكسا ديسمال. طيب لو عايز احكس من الهكسا ديسيمال للبيناري. ابي ااخد كل رقم في الهكسا ديسمال واشوف هو بيتعبر عنه بكام في نظام الاربعة بت. طيب هندي النموذج عشان نفهم المثالين ده. عندي رقم اهو رقم ده بالبيناري. عايزين هاول الرقم ده والهكتر والهكسا ديسمال ونرجحهم مرة تانية. لبيناري. هنستخدم الطريقة دي. فانا عندي الرقم اه الكتبته زي ما هما. هقسمه لتلاتة بيتز. اخدي زير واحد زير. اكتبهم لوحديه. زير واحد واكتبهم لوحديه. واخد نفس الكلام. واكتبوا الواحدة. وبعد كده واحط زيره من عندي مش هيإفرق عشان يبقى برضو الرقم ده عبرت عنه هوق تلاتة بيت تلاتة بت تلاتة بت. زير وون ده بالبيناري لو عايز احاوله. ليه لديسيمل هانو بيسوي اتنين. زي ما احنا الطريقة اللي فاتة قلنا زي بنحول من البييناري لديسيمل. زي لون زيرو بيسوي اتنم ييسوي تلاتة. هيسوي خمسة. هيسوي تلاتة. يبقى اخد الاربع رقم دول. يبقى الرقم ده بالبيناري بيسوي الرقم ده بالاقتل. طبعا نفترض العكس معي الرقم ده كاقتل. عايز احاوله البيwehnary. فبقى اكتب بتحتييها الخمسة. تالتات ده اقبال فاكتبوا فوق. بعد دي الخمسة. وبعد دي التالتة التانية. بعد دي الاتنين. التالتة دي هعبر عنها من خلال تلتة بتس. ليه? لان الاكتر اصلا ب تماني تمانية اتين بوور ثلاثة. فاحبر عن التلاتة بتلتة بالخمسة بتلتة بالت للتلتة بالتالاتة بالتws. والاتنين بالتالتة بالتاتة. هالقى اندي اتعبر عنا ازاي? لو كان عندي اتنين باور زيرو اتنين باور واحد اتنين باور اتنين انا استخدمت لابز اتنين عشان اصلا بودل البيناري. هلان اتنين باور زيرو بتسوي ايه? بواحد. اتنين باور اتنين بتسوي اتنين. اتنين باور اربعة بتسوي اربعة. انا اكيد مش عايز اربعة لان انا اصلا عايز تلاتة. فلو خدت اتنين باور زيرو اللي هي بواحد. اتنين باور واحد اتنين باور زيرو بواحد اتنين باور واحد باتنين اتنين باور اتنين باربعة يبقى انا اكيد عايز الاربعة وعايز الواحد عشان يبقى خمسة يبقى وان ومش عايز الاتنين يبقى طيب التلاتة هتبقى نفس التلاتة اللي فور لو الاتنين اخد طبعا الاتنين بس فهتبقى دي بواحد مش عايز واحد فخليه بزيرو اتنين باور اتنين باربعة مش عايزها بعد كده تاخد التلاتة تكتبها الاول انهيها هذا رقم فهتاخد تلاتة بتس تكتبهم الاول. لهم زير وان وان. بعد كان خمسة تاني رقم. هتاخد تكتبهم تاني رقم. بعد كان تلاتة تلات رقم. هتاخد الزيرو وان وان. بعد كان الاتنين اقل رقم. لو زيرو تكتبهم في الاخر. طيب. هنا جربنا على الاكتل. عزين نتجرب على هنوديه البيناري. ونرجعه تاني. طيب. انا عندي رقم ده. اللي هو نفس الرقم اللي فوق. عايز اعبر عنه بالهكسا ديسمال. هكسا ديسمال بيز الابعة فياخد الزيرو وان زيرو وان. اه دي جروب طيب بعد ك اخد وده الجروب تاني. بعد ك اخد وان 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 ده الجروب تالت بس انا عايزه بيت. فهحط. هيلا ان انا عندي ارقام بالبايناري هحولهم للديسمال وحطهم جنب بعض. لو انا حولتوا رقم جزي ما استخدمنا قبل كده وزي ما شرحنا قبل كده. ليه انه بيساوي عشر. قولنا للب parad quedي بس ستاشر قلنا لو البيز اعلى من عشرة ما بكتبش عشرة ولا حداشرة ولا اتناشرة بكتب ايه بي سي دي زي ما شراحنا قبل كده قلنا نعام عشرة ايه حداشر بي اتناشر سي لو البيز اعلى من عشرة نظر الله ان احن هنا بنحل في الهكسا ديكمل اعلى من عشرة يبقى مش نكتب عشرة هنكتب ايه طيب هحول هدقية بخمسة الان ده بنفس الكلام هحول هدقية سبعة therapist هكتب السبعة. ندق على رقم. بعدين الخمسة. بعدين الايه. بيز ستاشة. يبقى انا حاولت الرقم ده من بايناري ليه? طيب. لو انا معي الرقم ده اصلا. لو عايزة اجيبه البايناري. هاخد السبعة اكتبه الاول. بعدكها خمسة. بعدكها الايه. الايه هنا بقى عشان اعرف اجيبها بارقام. هرجحها عشرة تانية عشان اعرف اعبر عنها. احنا قلنا هنا ان آآ ستاشر يعني اتنين باربعة. يبقى عامل الجروبات باربعة. فهاخد الرقم ده احاول اعبر عنه باربعة بيتس. هلاقي ان السبعة عندي اتنين باور زيرو بواحد. اتنين باور واحد باتنين. اتنين باور اتنين باور تلاتة بتمانين. كده انا مش عايز التمانية. فلو معي واحد واتنين واربعة يبقى بسبعة. يبقى حط هنا واحد وهنا صفر. هلاقي هنا معي سبعة. طيب. عايز الخمسة زي ما شرحنا فوق. هتلاقي وان زيرو وان. ادي معك واحد. اللي اتنين مش عايزه. الاربعة. ربعة وواحد خمسة. طيب. معي هنا عشة. عايز اعبر عشرة. هنا ده واحد وده اتنين ودهappّا وده تمانية. هاخد التمانية معي. واخد الاتنين يبقى عشرة. وحط هنا صفره. واخد الـ سبع كان قاعدال لقم. في الاربعة دول اكتبهم الاول. الخامسة تاني قاعدال لقم. اخدلك وباتس واكتبهم بعديهم. الى عشرة اللي هي الايه دي. اقل لقم. فاخدكتبهم اخر حاجة. يبقى الرقم ده. اللي هو كان بالهكسا ديسيمال انا رجعته تاني للبايناري وطبعا طلع نفس اللقاء. دلوقتي عندنا اه اسئلة ازاي نحول من البايناري للاكتل والهكسا ديسيمال بس بالطريقة المختصرة فانا عندي ادي رقم طبعا بين بيس تمانية باكتل عايزة حوله لبايناري وعايزة حوله لهكسا ديسيمال. دلوقتي اخدنا بالنا في الشرح قبل كده الاكتل هو بتحوله لبايناري والعكس صحيح والهكسا ديسيمال بيتحوله لبايناري العكس صحيح. طب لو عايزة حول من الاكتل الهكسا ديسيمال اخد الاكتل ده واحوله في انظمة التلاتة بت واجيبه لبايناري. والبايناري ده اعبر عنه باربع بت يبقى حولته لهكسا ديسيمال. يبقى هنجرب دلوقتي ازاي نعمل كده. يبقى ما عندي رقم اهو. اتنين خمسة اتنين ده بيس تمانية عايز احاوله يبقى هعبر عنه هاجه اكتب اتنين مثلا هو خمسة اتنين هعبر عنه بتلاتة اتنين باور واحد اتنين باور اتنين ممكن عشان اوضح لنفسي اكتر هاجه اكتب هنا ده بواحد ده باتنين اتنين باور عايز تبقى اوضح لو انا بحل هلاقي ان عندي اتنين قادي معي الاتنين هو انا مش عايز صفر واربعة احطوا صفرين طمام عايز خمسة يبقى عايز اربعة واحد خمسة مش عايز الاتنين الاتنين هتبقى نفس الكلام الاتنين قاعدة رقم يبقى اكتب بالبيتس الاول يبقى زيرو واحد زيرو بعد كان خمسة واحد زيرو واحد بعد كان الاتنين زيرو واحد زين يبقى ده انا حولت الرقم الاكتل حولته ليه طيب عايز الرقم الاكتل ده نفسه احوله انا معايا الرقم ده اهو خلاص قلنا عشان حول من الاكتل ليه شرحنا قبل كده هحول من الاكتل اهو يبقى اجيبه ومن البيناري اوديه ليه طيب يبقى زي ما احنا شايفين انه الرقم الاكتل ده هحوله يبقى حوله الاول انا لسه محاولينه هنا هو يبقى اخد الرقم ده ده كده ده بيساوي ده عايز احوله ليه بس ستاشر يبقى احاول اخد جروبات اربعة وشوف هي كام بيه البيس ستاشر يبقى هكتب هنا زيرو واحد زيرو واحد خد اول اربعة دول طيب هتكي اخد الاربعة اللي عدينهم زيرو واحد زيرو واحد بنت لا تقعد الاخير طبعا مش هتفرق بس انا عشان برضو نخلي اربعة بايتس هحط زيرو 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 ده عمر او بيقصر طل pavedxo لا ما حطه في الاخر لو حطه في الاول هيقصر يبقى انا عندي هنا اربعة بايت اربعة بايت اربعة بايت لو خدنا بالنا دي هنا هضرب اتنين في الزيرو اتنين في واحد اتنين في اتنين في تلاتة Herausforderان هيدي ها لان ما نوضح اكتر اي ده واحد اتنين اربعة تمانية. ده بزيرو يبقى شيرو. خلاص ده بزيرو. وده بزيرو يبقى تمانية واتنين عشرة. نفس الرقم يبقى عشرة. هنا بزيرو. احنا قلنا عندي ده بيز ستتاشر قلنا بيز ستتاشر يعني اهلة من بيز عشرة. شرحنا برضو قبل كده. ان في حالة ده اهلة من بيز عشرة. عشرة بتبقى ايه? حداشر بيت نشر سيء وهكزا. يبقى انا عندي هنا عشرة اخليها ايه? عشرة تانية اخليها ايه? الزيرو ممكن ما اكتبوش. يبقى الرقم ده بالاكتر بيساوي ايه? ايه? بنظام طيب. عندنا هنا سؤال تاني عايزين نحول الرقم ده. اللي هو عايزين نحوله لبايناري ولاكتر. طبقا للخريطة بتاعتنا. هعبر عن كل رقم دول. من خلال الاربعة بت. الان ستاشر اتنين باور فور. يبقى اكتب الاربعة الاول. وبعد كده البي. عايز اعبر عن الاربعة. باربعة بت احط الاول اتنين في زيرو. اتنين في واحد. اتنين في اتنين. اتنين في تلاتة. ممكن اسهلها على نفسي. اخلي هنا واحد. هنا اتنين. اربعة تمانية طيب. قلنا البي طالما هنا في البيز اعلى من عشرة. يبقى البي ما باعتبرهش بي. باعتبرها احداشر. اعبر بقى عن الرقم دي ازاي? هلاقي ان عندي هنا في اربعة هي. يبقى خليها واحد. يبقى انا عايز الاربعة مش عايز الباقي. حطي زيرو زيرو زيرو. طيب. عندي احداشر. تمانية واتنين عشرة. عشرة واحد حداشر. يبقى دي تمانية واتنين عشرة واحد حداشر مش عايز الاربعة. الاربعة الرقم اللي هو الاجمل. يبقى كتبه الاول. يبقى زيرو واحد زيرو زيرو. البي هي الاصغر. كتبه بعديها. يبقى واحد زيرو واحد واحد. الرقم ده. يبقى انا الرقم ده. بيساوي الرقم ده. طيب. سؤال تاني عايزين نحل او نحول الرقم ده اربعة بيل اللي هو نفس الرقم بستاشة عايزين نحولها مرة دي اللي هي الاكتر? احنا قلنا طبقا للخريطة بتاعتنا عايز احول من الاكتر لازم اعدي على البيناري. احنا كده كده هنا جبنا خلاص البيناري. بياخد البيناري زي ما هو. الرقم ده بيساوي زيرو واحد زيرو زيرو. الرقم ده واحد زيرو واحد واحد. عايزين بقى البيناري ده نحوله للاكتر. ايضا هعبر عنه باستخدام تلاتة بتس لان الاكتر تمانية يعني تين بور تلاتة. هحوله لنظام تلاتة بتس واشوف بيساوي كم يبقى اخد اول تلاتة ارقام. زيرو واحد واحد. لما دول. بلتك اخد التلاتة ارقام دول. واحد زيرو زيرو. بلتك اخد اخر رقمين زيرو واحد. ممكن احط هنا زيرو. مش هفرق معايا. هحول دول لديسيمال. ده في اتنين بور زيرو ده في اتنين بور واحد. يبقى هنا واحد واتنين تلاتة. عايز احول ده. هضر في اتنين بور زيرو هلاقى واحد هنا واحد. يبقى الرقم ده بيساوي واحد واحد تلاتة بنظام الاكتر. شرحنا قبل كده ازاي نحول من الديسيمال البايناري. ومن البينار الديسيمال برضو. طب هنا هنفترض ان الرقم الديسيمال اللي جايلي في او اللي معايا برضو عايز احول من الديسيمال البايناري او من البينار الديسيمال ولكن معايا كسور. هنفترض ان الرقم الديسيمال اللي معايا تلاتة سبعة خمسة بوين سبعة خمسة. في طريقتين ان انا قدر احول الرقم ده. اللي هو بالديسيمال احوله البينار. الطريقة الاولى اللي احنا عملناها قبل كده هاخد الرقم ده كله تلاتة سبعة خمسة. اللي هو الرقم الهول نمبر. وافضلными على تنين. وكل كسر يطلالي احط واحد. كل كسر يطلال يحط واحد لو مافيش كسر احط زيرو. هلاقي ان الرقم اللي هو تلاتة سبع خمسة بيسوي الرقم ده. طيب. انا عايز احاول بقى سبع خمسة عايز احاوله لباينري برضو. هنا بقى منعمل الاكس انا كنت باخد الرقم ده وافضل على تنين. هنا هياخد الرقم ده وافضل اضرب في اتنين. فياخد زيرو بوينت سبع خمسة واضربها في اتنين. هتبقى واحد ونص. باخد الواحد اكتبه والنص اضربه في اتنين تاني. هلاقي نص في اتنين بواحد. باخد الواحد اكتبه. والزيرو احطه هنا. خلال زيرو في اتنين بزيرو يبقى مش يحصل حاجة. يبقى الرقم ده كله. بالفراكشن بيساوي الرقم ده كله بالبيناري. طيب. في طريقة تانية برضو احاول الرقم الدسمال ده للبيناري. الطريقة دي اللي هي اول طريقة كنا بنقسمه ونضرب. التنة. التنة الان اعرف ان الرقم ده. هون ب Birds 2. فباكتب Power Zero 2不会 1. 2 Power 2, 2 Power 3, 2 Power 3, 2 Power 2 Power 4, 3 Power 5. والعكس. اللي انحنا لا يبعر其ين. ان الرقم اللي بعد . بيبقى 2 Power Zero بيبقى — obten reflecting. الله أقالко بيبقى . فاجئ بعد ما كتبت اللقم دي كلها زي في اتنين باور زيه اوتنين باور واحد هكتب اتنين باور نيجاتي في اتنين باور نيجاتي في تلاتة اشوف الرقم ده كله اقدر هissance ده ايه من الارقام دي هلأ انا عندي تلاتة ساعة خمسة هنا طبعا ممكن تستخدم الكالكوليتر تكتب بس اتنين واحد واتنين واربعة وتمانية وسط اشر واتنين وتلاتين واربعة وستين ودعفات واتنين ستة وخمسين وممكن تكمل بس الاخ Urban éb�� اعلى تلاقي ان بقى عندك خمسة واحد واحد انت عايز تلتمية خمسة سبعين. لو افترضنا هنشيل الرقم ده عشان نقل المجموع. لا يبقى معي تلاتة تمانية تلاتة. يبقى في فرق تمانية. يبقى هشيل التمانية كهية كمان. يبقى هلاقي. هي دي الارقام اللي بتعبر لي عن التلتمية خمسة وسبعين. فنشاطي التلاتة ب bajo الغضب الانية او الشاطي بندية ثلاثنية اتبين معي اكتب واحد. الاربعة معي اكتب واحد تمانية مش معيена ستاشر معي اكتب واحد. تنين وتتين معاي اكتب واحد. اربعة مثلين معايا اكتب واحد. مانية امان resultado هشيل مش four zero.ヒلطين ستة وخبسين معاية واحد. لنجيزة التلتمية خمسة سبعين. الجزء ده. طبعا عايز اجيب الجزء اللي هو بعد decimal point. بلنا زي ما هنا كلب نضرف اتنين بور زرو هنا اتنين بور واحد اتنين بور نيجاتب وهكذا وانت اكتب واحد زي اتنين بور نيجاتب اتنين زي اتنين بور نيجاتب تلاتة وهكذا هتلاقي ان اجمالي التاتلون مسلا بيزاوي بيساوي زيرو بوينت تماسية سبعة خمسة. انت عايز تقلل شوية عشان يبقى zero point 75 لو شلت الاقل رقم اللي هو الاتنين power negative 1 اللي هو zero point three. لو شلت الرقم ده هتلاقي ان المجموع بتاع نص والربع يساوي 75. النص اللي هي اتنين power negative 1 والربع اللي هو اتنين power negative 2. دول معك يبقى اكتب واحد. ده معك برضو اكتب واحد ان ده مش معاك. انه ده مش معك. يبقى تكتب زير. يزور هنا مش هيفر. فما تكتبوش. هي الطريقة التانية اللي هي sum of weights اللي استخدمها عشان احول البيناري لو هو في فراكشن. طبعا ممكن تكون اسهل شوية. التالة التانية بتجاب يعني ممكن لو انت اخدت بلك او حاجة. طبعا انفطلت بقى العكس. معايا رقم باينري. عايز البيناري ده احوله البيناري ده في فراكشن. باخد الرقم ده زي ما هو وافضل اضربه في بيز اتنين. ده اتنين باور نيجد في اتنين. ده اتنين باور نيجد في واحد. عشان يبقى اسهلك تجيب دي من عند دي اكتب اتنين باور زيرو. وانت ماشي كده زود باور. وانت ماشي كده قليل باور. فدي هنا بعد الدسمة لتن باور زيرو. يبقى تنين باور واحد تنين باور اتنين باور اتنين باور اتنين باور اتنين باور نيجد في اتنين. قدي معاك الرقم ده. اضرب كل حاجة فوق بعضيها. اضرب ده ده وده 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 وهكزا. تلاقي زيرو في اي حاجة بزيرو اجمع بقى الخام دي مع بعض يعني اجمع اتنين باور نيجاتي في اتنين باور نيجاتي في اتنين باور نيجاتي في اتنين اه لا اكاسف طيب هنفترت بقى العكس معايا الرقم اه باينري عايز حاوله البياني عايزة حاوله البياني بااخد الرقم ده زي ما هو ومن عند ال decimal point بكتب اتنين AND ثلاثة و هكذا. وهمش يحط تانية واقلية 2 First får growth 2. واضرب الاقام فبعض يضرب داف ده و هكذا. فائي حاجة بزيرو. هشطب. اجمالي الدرب ده اجمعو. ادي text++25 الواحد طبعا مش بيهفرق بتنين بوار نجادف اتنين زيت تنين باور زيرو. زيت سابعت الان زيتم بوار ext4 زيتم بوار خمسة. اجمع الرقم دي على الكالكوليدي و هتلاقي بتسوي تلاتة وخمسين وربع? этого هو في ifraction بيسوي avons 53.4 بالفراكشن برضو. معانا هنا برضو مثال الاوضح ازاي بنحوول من levgn los معانا ف معانا فمع ماكي اربعتاشة واين تلاتة خمسة سبعة عايز يحولو له له طيب باخدột هول هنا وباخد هنا طيب هن هوا اربا عشر وارو ensemble علي اتنين. اربا عشر على اتنين سبعة وما فيش كاسري بحط زيو سبعة على اتنين تلاتة ونص خود الهول نمبر والكاسري بحط واحد تلاتة على اتنين وواحد ونص خد الواحد والنص حط تنا واحد. واحد بعد نصوة بصع painting والدسمار خلي هنا واحد. يبقى انت جبت؟ الجزء الهول Weird number. اللي الاربعتاشر ще هتبتساوي واحد 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 زيرو طيب. مش الجزء اللي هو بوينت تلاتة سبعة خمسة. عايز احوله لدي السمار بتاعو بس في البايناء. ياخد الرقم ده اللي هو زيرو بوينت تلاتة سبعة خمسة. هنا كنت بقى سمع للتنين. هنا هضرب في اتنين. بقى زيرو تلاتة خمسة تلاتة سبعة خمسة هضرب في اتنين. Fox 75. الزيرو باخده هنا وحطه هنا هو. والخمس سبعين اضربها في اتنين تاني. هلاقي بتسوي واحد ونص. احط الواحد واضرب النص في اتنين. هلاقي بتسوي واحد. احط الواحد هنا هتلاقي المفروض ان الواحد ده هو. في بتحط الواحد هنا. وتخليه زي ما هو. يبقى ان لو عندي اي رقم في الديسيمال هون. عايز احوله الهول هو هنا اللي بستخدمه بس. هنا بستخدم الديسيمال فقط. هنا بفضل حط واحد 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 طول ما فيه كسر. هنا لما بيطلع لي هون نمبر بحط. هنا نموذج للطريقة التانية ان ازاي بحول الرقم الديسيمال لبايناري لو الديسيمال ده في فراكشن فعندي هنا تلاتة وعشرين بوينت فايف بالديسيمال عايز احولها ليه البياناري. طيب. فانا قلنا البياناري بس اتنين فانا عارف اتنين باور زيرو وهكذا. فبكتب من اتنين باور زيرو وافضل يزود شوية اتنين باور واحد اتنين باور اتنين وهكذا. ومن اتنين باور زيرو ناحا التانية اتنين باور نيجاتف واحد اتنين باور نيجاتف اتنين وهكذا. واحاول اشوف ايه المجموع بتاع الحاجات الارقام اللي هنا. اللي يديني تلاتة وعشرين ونص. انا عارف ان الجزء اللي فيه الباور ببوستف هيديني هو الاكيد تلاتة وعشرين. والجزء اللي فيه يبقى انا مش عايز التمانية وبقى انا حققت الثلاثة وعشرين باستخدام الواحد والاثنين والاربعة والستاشر طيب انا احيات التانية اللي هم فيهم الباور بالنيجتيف هلا عندي نص وربع انا كيكا عايز نص بس يبقى هستخدم ده وهاشطوا بالاثنين دول يبقى هنا شاطب ده شاطب ده وهنا التمانية نشاطبها طيب كل رقم ان اخدته معايا احطوا واحد الرقم اللي ما استخدتهاش احط زيرو هنا زيرو هنا زيرو هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا زيرو هنا واحد وتحط الدسيمال بوينت قبل الاثنين باور زيرو يبقى الرقم ده بالدسيمال باستخدام عشان احول ليه البايناري هلاقي ان هو واحد زيرو واحد 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 زيرو واحد 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 بوينت واحد لو الرقم ده هنا مع انا سؤال عايزين نحول الرقم ده يبقى هناخد الهول نمبر. تمانية وتلاتين نيسم على اتنين. هنلاقي تسعتاشر وما فيش كسر. يبقى في زيرو. طيب. تسعتاشر على اتنين تسعة ونص. يبقى فيه كسر يبقى حط واحد. تسعة على اتنين اربعة ونص فيه كسر. حط واحد. اربعة على اتنين باتنين. مفيش كسر. حط زيرو. اتنين على اتنين بواحد. مفيش كسر. حط زيرو. واحد على اتنين بزيرو. وزيرو نص طبعا. يبقى فيه كسر يبقى حط واحد. يبقى انا جبت الجزء التمانية وتلاتين هو. عايز اجيب الجزء ده. يبقى بنعكس. هنا كنت بقسم. يبقى هنا هضرب. هجيب زيرو بوين. ستة اتنين خمسة. اضرب في اتنين. هلاقي الناتج كام. استخدم الكالكولاتور. اتنين في زيرو بوين. ستة اتنين خمسة. هلاقي واحد وربح. يبقى بكتب واحد يبقى هنا في واحد. يبقى اكتب واحد والربح هو. يبقى هلاقي الاتنين في زيرو بوين ستة اتنين خمسة. واحد وربح. يبقى هاخد الواحد. اكتبه هنا. واكمل بالربح. طيب. ربع في اتنين بنص يبقى اكتب زيرو واكمل بالنص نص في اتنين واحد بوينت زيرو خلاص ازيلو معي هنا واخد الوحدة اتبو هنا يبقى الرقم ده كله كدسمال بيساوي الرقم ده بالطريقة الاولى طيب الطريقة التانية يعني دي ساما هنا اتنين باور زيرو اتنين باور واحد اتنين باور تلاتة اتنين نكمل بار قد3 ناحية التانية واحدة اتنين باور نيجدف تلاتة اتنين باور نيجدف اردو طيب طيب. حول الرقم دي للدسماش يبقى اسهل لك في الحساب طيب. يبقى هنا ممكن نساحل الحساب اكتر هدي واحد اتنين اربعة تمانية ستاشر اتنين وتلاتين اربعة وستين عايز اجمع بعيس النادج يبقى تمانية وتلاتين وكاسر ده هدي نص ربع ثم وهكذا هنا زيرو طيب انا عايز تمانية وتلاتين يبقى انا اكيد مش عايز الباوس تين دي هنا اتنين وتلاتين واربعة ستة وتلاتين واتنين تبانية وتلاتين يبقى نحققتها يبقى اشتوب الباق تمان عايز زيرو بوينت ستة اتنين خمسة يبقى النص والتمن هيحقققوا لي الرقم ده يبقى اشتوب ده واشتوب ده يبقى اجي هنا عند نزلها زي ما هي خليها زيرو هتنزلها زي ما هي هنا مستخدمتوش زيرو لما استخدمت واحد استخدمتوش زيرو مستخدمتوش زيرو استخدمتو واحد مستخدمتوش زيرو الناحية التانية الرقم ده استخدمتو واحد استخدمتوش زيرو استخدمتو واحد مستخدمتوش زيرو ازرهات اللي في الاخر. ممكن ما اتعبرش عنها. نعمش هتقفر. يبقى الرقم ده بالبينالي بيساوي واحد زيرو زيرو واحد زيرو بوينت واحد زيرو واحد. هنا مع انا نموزج محلول. ازاي نحول الرقم ده. اللي هو باينالي وفيه فراكشن. انا معي هون. الرقم زي ما هو واحد زيرو واحد واحد زيرو واحد واحد في النص. كل رقم اضربه في الفاكتور بتاعه. انا عارف انا اتنين ده بس اتنين يبقى اتنين باور زيرو اتنين باور واحد اتنين باور تلاتة. بعد بتحول اه باور بالنجاتف يبقى اتنين باور نجاتف واحد اتنين باور نجاتف اتنين باور نجاتف اتنين باور نجاتف اتنين باور نجاتف اربعة. طيب. انا هنا معانا زيرو. يبقى اشتوبه. معايا زيرو اشتوبه. الوحاية بس اللي باخد بتاعتها. يبقى هاخد ده معايا. ده معايا. خلاص مشتوب. رقمين دول معانا. ده مشتوب رقمين دول معانا. وتجمع دوله على الكالكوليتر. هتلاقي اللي على الكالكوليتر الناتج بيساوي ترتاشر بوينت ستة تمانية سمعة خمسة. يبقى الرقم ده بالبايناري بيساوي الرقم ده بالدسنة. ده نموذج محلول. هنفترض هنا معانا بقى نموذج عايزين نحلو. معانا الرقم ده. عايزين نحولو طيب. هنكتب الرقم زي ما هو. واحد واحد زيرو. واحد زيرو. واحد واحد اربع وحاية دول. زيرو واحد. عندي زي ما هي. هنزلها. اتنين باور نيجتف واحد. اتنين باور نيجتف اتنين باور ربعة. اتنين باور خمسة. اتنين باور ستة. اتنين باور سبعة. اتنين باور تمانية. تمام. كل صفري قبلك شيل الفاكتور بتاعه. شيل الفاكتور بتاعه. معك الارقام دي. تقوم اخدهم كلهم مجمعها. تقوم كاتبينها. اتنين باور تمانية. زايد اتنين باور ستة. زايد اتنين باور خمسة زائد اتنين باور ربعة زائد اتنين باور تلاتة زائد اتنين باور واحد زائد اتنين باور نيجاتف اتنين باور نيجاتف تلاتة كل دول ومحطتهم على الكالكوليتور. نكتب هنا اهو. اتنين باور تمانية زائد اتنين باور ستة زائد اتنين باور خمسة زائد اتنين باور ربعة زائد اتنين باور تلاتة زائد اتنين باور واحد زائد اتنين باور نيجت في تلاتة هتلاقي الرقم على الكالكوليتور بيسوي تلاتة سبعة تمانية تلاتة سبعة قمسة. يبقى الرقم ده بالبيناري بيسوي الرقم ده السلام عليكم في الدرس من ده هنشرح البييناري آخر هنشرح ازاي نجمع ونقسم ونطرح ونضرب في البييناري اول حاجة قواعد في 그 tert鼻 macro زيدي 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 واحد بواحد والreek زيدي زيدي طبعا مش هتفرق ناس اجمل نفس دي فتبقى بواحد واحد زايد واحد هيبقى بآن زيرو طب ازاي الواحد ده بناري ب Будie sell 1 الواحد ده كباب باين اريد بيساوي واحد واحد زاد واحد فالديسمل اللي هو النظام اللي بنستغلوه كل يوم هيسلاقيه قى لاي poquito الاتنيين دي كديسمل عشان تحولها الباين اريد هتلاقيi اية زروا واحد وشراحناه فى الدرس قبل كده طيب دي القواعد الادشن. طيب هنفترض نحن نجمع رقم اكبر بمعنى عندنا واحد زاد واحد يعني وان ون لس وان ون. ازاي نجمع بقى الرقمين دول? طيب. اول حاجة وان ون كقاعدة هنا بزير وان اكتب الزيرو والواحد معنا فوق طيب. معنا وان زاد وان زاد وان بكام? بزيرو معنا واحد طيب. وهنا واحد معنا لسه ما استخدموش? هننزله تحت. ومعنا واحد هنا هننزله. يبقى واحد زاد واحد. طيب واحد زاد واحد. هيساوي زيرو وان وان. لو عايز تأكد من دول وان وان ده بالبيناري لو حاولتو ديسمال هيساوي تلاتة. وان وان بالبيناري لو حاولتو ديسمال هيساوي تلاتة. تلاتة زاد تلاتة في الدسمال بستة. ستة كدسمال لو حاولتها الكالكوليتور او لو حاولتها زي ما شرحنا قبل كده. بالبينار هتلاقي زيرو وان وان. هنا ده مضروب في توباور زيرو مش معانا ده فتوباور واحد لو اتنين ده توباور فور لو واربعة. اتنين واربعة ست يبقى انت حالتها صح طيب. نموزه كتاني معانا ادي zero zero one او One zero zero. الرقم ده عايز ينجمعه زائد one zero. طيب. zero زائد زيرو من القواعد اللي فوق بزيرو. zero زائد one من القواعد اللي فوق بواحد. وال one تنزله زي ما هو عايز تتأكد. one zero zero كباني بالديسيمل اربعة. وان زيرو كباينري بالدسمال اتنين. باع زي اتنين في الدسمال بستة. الرقم ده كااا دسمال لو حولته باينري هيبقى وان وان زيرو. يبقى انت حالة صح. طيب. وهنا عايزين نتجرب نحل دلوقتي معنا وان 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 زائد وان طيب. وان زائد وان بنقى واحد لفوق بزيرو مع انا واحد طيب. بعد كده انت وعندك اصلا تلاتة وان وان وان. الون زائد من هنا بقى دي زيرو. ومعنا الواحد. والاربعة دول الواحد ده ما استخدناهوش. تقوم كاتبه تحت. تقوم كاتبه تحت. مسلا زي. هادي وان زائد وان بكام? الواحد ومعنا بزيرو معنا واحد. اجمع الرقمين دول حط هنا زيروهات. اجمع زيرو زيرو. زيرو واحد واحد. زيرو زيرو واحد وزيرو واحد. لو انت عايز تاكد ان انت حال صح حول الرقم ده من سبعة حول الرقم ده من سبعة. سبعة زائد تلاتة بكام بعشرة. هتلاقي ان الرقم ده بيساوى عشرة. يبقى انت حالت صح. نحل نموذج تاني. one one zero زائد one zero 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 زائد زيرو زائد زيرو بزيرو. one زائد زيرو بone. one one zero معنا الone. فيش one فوق اصلا عشان نجمة عليه. فنحط الوقت تحت. لو جουحت تحسب هتلاقي ايه ده? كبايناري بالديسيمال بيساوي ستة. ده كبايناري بالديسيمال بيساوي ربعة. يزايد ستة بالديسيمال عشر. هتلاقي ان ده بيساوي عشر. وبقى انت حل الصحة. كده شرحنا طيب. هنشرح ظرو بزيرو. وان مينز زيرو بوان. وان بزيرو. وان زيرو مينز وان عشان تتاكد ان صح هتحولها الديسيمال. one zero كباناري بالديسيمال بتسوي اتنين طيب. والone كباناري بالديسيمال بتسوي one. two minus one one. يبقى هنا هتحول الone اللي هو بالديسيمال ده. هتعيب one برضه. يبقى one zero minus one one. وهنا ممكن تتأكد. ان اصلا one plus one كان one zero. يبقى one zero minus one هتسوي one. طيب. لو افترضنا بقى ان هو جابلك العكس. بدل one منزلج جبا لك زيرو منزل جبا بتاخد الرقم اللي جنب السلو ده تشيل منه واحد. هنشرح هنا. معي. والو winx x04. عيز تتأكد والاقبايناري بالدسمر تلاتة. زيروان كبايناري بالدسمر واحد. ماينس واحد. باتنين. رقم ده كبايناري هيتمستع real. طيب. ده مينس ون بزيرو. هنا معي مقى زيرو مينس ون اللي بنتكلم عليها فوق. الزيرو ما قدرش اخد منه واحد طبعا. فهاجي الون ده هخليه زيرو. والزيرو ده هحط جنبه الواحد. فبقى ون زيرو. ون زيرو ماينس ون. اللي هي محلولها فوق بون. يبقى اكتب ون. زيرو ماينس زيرو بزيرو. عايز تاك انك حل صح. حول الون زيرو ون. البيناده الديسيمل هتلاقي خمسة. حول البيناده الديسيمل هتلاقي تلاتة. خمسة مينس ثلاتة باتنين. الرقم ده كبائنري بيسوي اتنين بالديسيمل. طيب نحل هنا سوال للي نتاكد برضو بنفسنا. ما هي محل س mole Canon zero بزيرو. زرو ماينس زيرو بزيرو. ون لس زيرو بون. ميتس من بزيرو. عايزين نتاكد. حول ده لديسيمل هتلاقي بستة. حول البيناد بسой문 هتلاقي هو اربعة. وان باينس ستة ب rho. اتلاقي ده ب practices. عايزين نتنين يبقى حالين صحح. عايزين نتاكد من حل الرقم ده. انا عايز اشيلم الزيرو ده واحد. مش هنفع لاني زيرو قل من واحد. هخلي الون ده بزيرو. فخلي زيرو ده احط الواحد ده هنا. تبقى الزيرو ده بقى الزيرو. الزيرو ده تحطو هنا. وخلي ده بزيرو. تمام بقى عندي وان زيرو مينس ون. وان زيرو مينس ون هنلاقي ون. تم كاتب هنا. زيرو مينز زيرو زيرو. وان مينز وان بزيرو. عايزين نتأكد ان احنا حلين صح. يلا نحول. وون ون زيرو كبينري بالدسمل ستة. ون زيرو ون كبينري بديسمل خمسة. آآ ده باينري بديسمل خمسة تمام. يبقى ستة مينز خمسة كديسمل بواحد في الديسمل اللي هو واحد في باينر. يبقى احنا حلينا صح. دلوقتي هنشرح القواعد هنكمل الملتبليكيشن والديفيشن الضرب والاسم طيب زيرو بزيرو زيرو في واحد بزيرو واحد في زيرو بزيرو طبعا الان وقتين نفس الكلام وان في وان بوان طيب هنا في مشكلة هتواجهنا وإحنا بنضرب لو الرقم اكبر من كده عشان كده لازم ما ننسى سنشفت وإحنا بنضرب هنجرب دلوقتي طيب لو افترضنا ان احنا معانا عايزين يضربهم في هنعمل ايه تاخد الاولاني تضربه في الرقم كل اللي فوق هتلاقي خد الرقم التاني اضربه في كل اللي فوق هتلاقي بس ما تكتبوش تحتها لازم تشفت ليه بقى بتشفت لان احنا قلنا ان الرقم ده بتاعه اقل من الرقم ده فمنفعش تجمعهم تحت بعض فبعد ما بتجمع ده تجمع ده في الاتين دول وتحطوا هنا ده ما بتجمعه ده قصد بتحفت لما بتضربه بتشفت انتضربت ده فالتنين دول وده فالتنين دول وشفت طوم جامع واحد هنا مفيش حاجة يبقى واحد واعن زايد ون بزيرو معانا الواحد ون نص ون زيرو ومعانا الواحد هنكتبو خلاص ان ما فيش حاجة عايزين نتأكد ان احنا حلينا صح وا punished by n Through تلاتة. تلاتة بتلاتة بتسعة. الرقم ده بيساوي تسعة يبقى احنا حلنا صح. طيب. عندنا هنا نموذج نحله. طيب. اضرب الواحد في كل دول. هتلاقي بيساوي طيب. اضرب في كل دول. هيبقى زيرو زيرو اضرب الواحد في كل دول. احنا ما نسللاش نشافك. كل رقم تحت. اضربه في اللي فوق لازم تشافك. اجمع. هنا. الواحد ده مفيش حاجة. نزله. وان وزيرو وان. وان وان زيرو معانا الواحد. وان وان زيرو معانا الواحد. وان وان زيرو وادي معانا الواحد. هازم يتأكد ان احنا حلين صح. حول الرقم. البيعنري ده هتلاقي سبعة. حول الرقم ده. من البيعنري الديسما هتلاقي خمسة. سبعة في خمسة بكم? خمسة وتلاتين. يبقى انا ما استني الرقم ده يبقى خمسة وتلاتين. طوي احنا حولنا الرقم ده. من البيعنري. هنلاقي مكتوب خمسة وتلاتين يبقى احنا حلينا صح. خشي بعد كده على قواعد الديفجن في البينار الريثماتيك. لو انا عندي وان وان زيرو عايزة اسمه على الوان وان. اول حاجة باخد اكبر رقم انفعت اسم على وان وان. يعني منفعش اسم الوان الاولاني على الوان وان لانه اصغر. لازم على القالة اخد الوان وان دول اسمه على دول. لان هما قد بعض يبينفعت اسم. فباخد اكبر رقم انفعت اسم. بقى من عملية الاسمة بعد ما اعملت اللوان الوان بذرب الرقم اللي اطرح الان وان وان واطرح نواتج من بعض. طب هنجرب دلوقتي معنا. وان وان زيرو. ماشان فاي اخد اول. هاخد الوان وان دول. واسم على الوان ده هو ده. الواحد يبقى الوان وان. هلاقي اطرح دول من دول. هتلاقي الوان بزيرو هنا مفيش حاجة بقى نزل زي ما هو. طيب بعد كده كل زرات دول هتقسموا على ده اكيد بزيرو. الزيرو في الحداشر بزيرو. زيرو ما نسألنا حاجة بزيرو. طالما نطلع لك في الاخر الناتج بزيرو يبقى انت حالية صح. لو عايز تأكد برضو ده كباينري بالدسمال ستة. الوان وان كباينري بالدسمال تلاتة. ستة على تلاتة بالاتنين. الرقم ده فعلا كباينري بيساوي ال بتاعه اللي هو اتنين. يبقى احنا حالينا صح. طيب عايزين نجرب نموذج تانى. اه معنا نموذج تانى. وان وان زيرو عايز اسمها على انا ممكن قبل ما احل اتاكد او اعرف النتيجة هتطلع ازاي اصلا. وان وان زيرو ده باينري بالدسمال ستة وان زيرو ده كباينري بالدسمال اتنين. ستة على اتنين بالتلاتة. يبقى انا متوقع الناتجة الاعتلالاتة. اللي هو طيب. هجرب اقسم. الون ده ما ينفسمه على زيرو. الون زيرو اعلى من الون. يبقى ياخد اول رقمين دهول. اللي هما اقسمهم. على زيرو. اكيد مينموم هيبقى في معي اواحد. اخد الواحد ده زي القوات بقى هنا. الواحد ده اضربه فون زيرو. هلاقي بكام? زي ما هو. اخسمهم من بعض. ونزل زي ما هو ولves هنا حاجة. ايبقى زيرو ينزل. زيرو؟ زيرو ما ينزل. زيرو. معي الرقم ده كله. الرقم ده كله. ما ينفعش اقسم الون بس على الون زيرو لان هي اكيد. يبقى اخد الواحد زيرو? وēقسمه على الون زيرو. الواحد في الوحد زيرو. ينزل زي ما هو? ون منس بزيرو. زيرو مينس زيرو بزيرو. طب. طالما خلصت زيروهات بابقى انت خلصت disappointing. ان النات كف علمة تلاع عن الون عن التلاتة يبقى احنا فحلنا صح. معانا هنا اه شوية نمازج على سواء او معانا هنا رقمين عايز اجمعه احنا شرحنا قبل كده القواعد فانحل على طول وان بلاس زيرو بان وان بلاس زيرو بان وان بلاس زيرو بان وان بلاس وان زيرو او معانا الون مافيش هنا حاجة بان ازل العايز اتاكد زيرو وان دول كبايناري بالديسيمال هيبقى تلاتاشر هنا بصواء عشرة فانا متوقع ان الرقم ده بتلاتة وعشرين لو كتبت الرقم ده على الكالكوليتور او حولته من البيينار دسيمال هتلاها تلاتة وعشرين بقى انت حالة صح هنجرب هنا هنطرح وان مينس زيرو بان زيرو معينس زيرو بزيرو وان مينس وان بزيرو وان مينس وان بان عايز اتاكد. الرقم ده قلنا ان هنا تلو تلتاشر ده بربعة. يبقى متوقع ان ده يبقى تسعة. فعلا الرقم ده بتسعة. يبقى احنا حلنا صح. طيب. نحن هنا. زيرو في هتاخد اول رقم. اضربه في كله. هيبقى كام? في كل ده? بزيرو. ده اضرب في كله وشفي. يبقى زيرو. ده اضرب في كله شافت. يعني زيرو وان وان. اكتب هنا عشان تبقى وضح. اجمع كل ده. نزل الزيرو. وان بلس زيرو بوان. وان بلس وان زيرو معانا الوان. دي عشان ما تطلق بطش. بقى معانا هنا الوان. ده. وان وان ادي زيرو معانا وان. هنا في زي ما هو. يبقى. هلنزله. بعد كنها هيبقوا ده زيرو معانا الوان. يبقى الرقم ده زيرو وان زيرو وان زيرو وان. لو انا عايز اتأكد الرقم ده احوله لديسيمل. هي انه ست. رقم ده حوله هيبقى سبعة. ستة في سبعة باتنين وربيعين. يبقى انا متوقع ان الرقم ده تنين وربيعين. لو كتبته على دلوقتي. ولقيت انه اتنين وربيعين. يبقى احنا حلينا فعلا صح. معانا دلوقتي برضو نمازج تانية على معانا هنجمع ونطرح ونقسم طيب. احنا شو احنا عبي كده برضو هنحل على طول. اه اه بزيرو معانا الوان عشان نجمع ده ونطلقبطش هتنزل زي ما هو. ومعانا هنا والنين ست واحد خلاص يبقى ده حط هنا. طيب. وان وان زيرو معانا الوان. وان وان زيرو معانا الوان. عايزين نتأكد نفس بقى الكلام هتاخد الرقم ده تحوله لديسيمل الرقم ده تحوله لديسيمل لو طلع لك النتج اللي هنا هو نفسه باينيها ده لما تحولهم يبقى انت حالية صحة. طيب. هنا سؤال طرح. عايزة اخصم الرقم ده اخصم رقم ده من ده. طيب. لو انا عايز من الاول اعرف ايه النتيجة اللي هتطلع عشان متأكد. احاول الرقم ده هنلاقي بتسعة. احاول الرقم ده هلاقي سبعة. يبقى الناتج انا متوقع تبقى اتنين. اتنين بالبينالي وان زيرو. يبقى انا متوقع نتيجة تطلع كده. طيب. لو جربنا بقى احنا من الاول عارفين النتيجة بس هنحل عادي. وان مينس وان بزيرو طيب. بعد كان معانا زيرو مينس وان مش ينفع. اطلب من هنا واحد مش ينفع برضو. بس هنا في واحد يبقى الواحد ده ممكن اخليه زيرو وحط الواحد ده هنا يبقى الزيرو ده وان زيرو. انا محلتش المشكلة ده هنا. في الون زيرو ده اللي هو كدسمار باثنين ممكن نخليه وان بس الي هو كدسمار بوان واخد الان ده هنا. طيب. ادي وان زيرو ماينس وان. وان ماينس وان بزيرو. زيرو ماينس زيرو بزيرو. حلول نتيجة هتطلع اصلا ايه? وان زيرو. يبقى احنا حالينا صح. طيب. نحن هنا سؤال اه في الديفجن. عايز اقسم الون وان زيرو زيرو على زيرو وان وان. لبا انا عايز اتأكد من الاول نتيجة تطلع ازاي? وان وان زيرو زيرو. ده باينر يبقى اتناشر. ده باينر يبقى اتلاتة. اتلاتة باربعة. يبقى انا متوقع ان تطلع اربعة. ده لو حاولتوا يبقى 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 الناتج مفوض يطلع هجروا ويبدأ اقسم. ما نفعش قسمه على الوان وان. هياخد اول وان ني نقسمهم. على وان وان. بس حطوا هنا. عشان المسألة تبقى معك مزبوطة. طيب. ادي الوان هدربو في وان وان هيطلع وان وان. اخسم. وان وان منس وان. زيرو زيرو. طيب. نزل الزيرو ده. اقسم. يبقى بزيرو. زيرو في اي حاجة بزيرو. يبقى بزيروenda. نزل زيرو ده. زيرو على اي حاجة? زيرو. زيرو في الرقم ده? بزيرو. اخسم? بزيرو. طيب. طب ما بزيرو بقى انت خلست؟ انها ت rättطلع وان زيرو زيرو. واتحنا متوقعين من يطلع كده ابقى حلينا صح. السلام عليكم في الفيديو ده هنشح الوان وتوز تبتوى. اول حاجة اهمية دول ان انا من خلالهم بقدر اعبر عن لو هو فيه دسم. فانا بستخدم في التعبير عن في يعني لو الرقم او انا عايز اوضح هو او سليب ولا موجب فبستخدم اول حاجة هو بالزبط ان انا بعمل كل صفرة خليه واحد وكل واحد اخلي صفر. بمعنى لو انا عندي عبارة عن كله انا خليه زيرو كله اخليه وان. ادي ايبقى ده بتاع ده. ايه بقى هو زائد بمعنى انا عندي ده ده عايز اجيب اول حاجة اجيب اللي هو كل زيرو اخليه واحد وكل واحد اخليه زيرو. فادي وان زيرو 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 وان. يبقى ده انا جيبت منه اللي هو الرقم ده. عايز بقى اجيب منه باضيف واحد واجمع. وان بلاس وان بزيرو معنا وان بلاس زيرو وان. ننزل وان زي ما هو وان زي ما هو زيرو زيرو زيرو. يبقى ده بتاع الرقم ده. بعد ذلك هنستخدم عشان اعبر عن اي ووضح هو عندنا هنا سؤال عن بيطلب مننا كل رقم نجيب ادي اول رقم ايز اجيب ادي خليه زيرو. اخليه زيرو. زيرو اخلي وان. اخلي زيرو. زيرو اخلي وان. زيرو اخلي وان. الوان اخلي زيرو. الوان اخلي زيرو. يبقى انا كده. جبت. طيب. عايز بقى اجيب. هتاخد نفس الرقم اللي انت جايبه فوق. اللي هو الوان زيرو زيرو. يبقى ده. ьيبقى انت جبت. ده اعيز نفس الكلام. الزيرو خلي واحد. 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 الواحد خلي زيرو. الواحد خلي زيرو. يبقى انت كده جبت الونز كومبليمنت. هيستجيب منه اجمع واحد. تحط اهو. واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة. واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة. واجمع. زيرو معنا الواحد. واحد واحد 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 زيرو معنا الواحد. واحد وزيرو واحد. نزل زيرو. كده كده الزروف الاخرى ما شايفه. يبقى واحد وست صفار. ده كده. هنا معنا بقى ازاي قدر عبر عن في عندنا تلات طرق قدر عبر فيها عن اي رقم هل هو ولا في فان عندنا الرقم ده في بيساوي خمسة وعشرين. لو افترضنا ان الرقم ده اللي هو بخمسة وعشرين في الديسيمال عايزين نعبر عنه في ونخليه بقى خمسة وعشرين. ازاي يجيب النيجاتف خمسة وعشرين في الديسيمال البايناري بتاعها بقى هيساوي كامل? في تلات طرق اقدر اخلي الرقم بالنيجاتف. اول طريقة اسمها كل اللي بتعمله في الطريقة دي بتحول اول صفر عالش لواحد. فانا عندي الرقم ده اللي هو اللي فوق بيساوي بخمسة وعشرين في الديسيمال. عايزه يبقى بنيجاتف خمسة وعشرين كلها تمامل وحتيجها عند الرقم البايناري. اخر صفر عالشمال. خلي واحد. يبقى الرقم ده الواحد ده هيعبر عن ان هو والرقم ده هيبقى بخمسة وعشرين. يبقى نيجاتف خمسة وعشرين. دي اول طريقة. الطريقة التانية بتجيب الرقم. طيب يبقى انو عندي الرقم ده وهو زي ما هو. اللي هو حمسة وعشرين. عايزه يبقى نيجاتف خمسة وعشرين. كل اللي بتعمله لواحد زيرو. زيرو واحد زيرو واحد كسا زي ما شرحنا في فقد نزيرو ذيرو وان زيرو وان زيرو. زيرو وان زيرو زيرو زيروهن. يبقى كده ده الا Chem نيجاتيف خمسة وعشiciany لو كان الرقم ده بوصليف خمسة وعشينو هو ده فعلا بوزف خمسة وعشينيبدأ نيجاتيف خمسة وعشرين. طيب لو افترض انت عايز تتؤكد ان الرقم ده بنيجاتيف خمسة وعشرين تعمل ايه? هتضرب ده؟ ده 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 دا فتو صلوف清وا بس بتيجي عند اخر رقم وتحط في ده ده والوحيد هيبقى نيجاتيف ده دي هي حاجة تانية دايما هتضيفه واحد. يبقى انت ده عايز تشوف بقى فعلا لو انت بتعرفش عايز تشوف هو بيساوي رقم كام فعلا. في الديسيمل بتحول عادي من البيناري الديسيمل اللي احنا عارفنا بس اول رقم على شمالك بتحط نيجاتيب وبتضيفه واحد. لو حطيت دي عالك الكاركوليتر هتلاقي بنيجاتيب خمسة وعشرين. طيب. دي تانية طريقة ازاي نعبر عن رقم ونخليه ونشوف هو نيجاتيب في البيناري. تالت طريقة وهي اسهل طريقة وافضل طريقة اللي هي. فتجيب الرقم اللي انت عايزه اللي هو بوزت في خمسة وعشرين. بتجيب من ادي زي ما احنا عارفين في وضيف واحد. واحد وزير واحد وتنزل الرقم زي ما همه. ادي كده ده الرقم ده هو بتاع الرقم ده وفي نفس الوقت هو نيجاتيب خمسة وعشرين. طيب لو انت عايز تتأكد هو فعلا نيجاتيب خمسة وعشرين ولا لأ هتحول الرقم ده اللي هو بالبيناري. الديسيمل عادي وهتحط هنا نيجاتيب. في بقى الفرق بين التوز ولما بتيجي تتأكد الرقم ده بيساوي كام في الديسيمل هنا بتضيفه واحد. هنا ما بتضيفش واحد. لكن في الاتنين بتحط نيجاتيب. لو جيت في التعويضة دي حطيتها الكالكوليتور هتلاقي نيجاتيب خمسة وعشرين. يبقى انت عرفت ان الرقم ده كباينري بيساوي في الديسيمل نيجاتيب خمسة وعشرين مش خمسة وعشرين. عندنا هنا سؤال على بيقول لي الرقم ده والرقم ده كل الرقم ده بالباينري. يقول لي شوف لي الرقم ده بالديسيمل اللي بيساوي كام? لو الرقم ده في الباينري معبرين عنه بطاية الصين ماجنيتيود. قلنا في طاية الصين ماجنيتيود ان اول رقم ده بيعبر عن الصين. لو واحد بيبقى لو هو زيرو يبقى بوصد. تمام? طيب. بقية الرقم بقى كله احوله بالطريقة العادية. فقدر بدا في اتنين في زيرو. اتنين في واحد. اتنين في اتنين. حولوا الديسيمل عادي. اتنين في تلاتة. اتنين في اربعة. اتنين في خمسة. اتنين في ستة. الزيرو مش هتفرق. ان جاي هنا. ادي زاد. هتحطهم على الكالكوليتور. يبقى هتاخد ارقام دول تحطهم على الكالكوليتور اتنين زيرو زائد. اتنين باور اتنين زائد اتنين باور ربعة. هتلاقي واحد وعشرين. يبقى واحد وعشرين وانت اصلا معاك يبقى الرقم على بعضه نيجاتف واحد وعشرين. طيب. عندنا هنا سؤال تاني. احول الرقم ده من لدسيمال لو هو متعبر بطايدة الصين اول رقم بيعبر عن الصين وان لو لو يبقى لو زيرو يبقى هتاخد بيئة الرقم تعبر عنه بالدسيمال عادي خد بس الرقم هو اتنين باور زيرو اتنين باور واحد اتنين باور اتنين باور تلاتة هوا ده مش محتاجينه اجمع اتنين باور ستة زائد اتنين باور خمسة زائد اتنين باور اربعة زائد اتنين باور اتنين زائد اتنين باور واحد زائد اتنين باور زيرو. طبع الكالكوليتور عادي. اتنين باور ستة اتنين باور خمسة اتنين باور اربعة اتنين باور واحد اتنين باور زيرو. هتلاقي الرقم مية وتسعتاشر. يبقى الرقم ده. لو متعبر. الرقم ده لو متعبر بطريقة ساين مجنيتيود هيساوي بالديسيمل مية وتسعتاشر. دلوقتي معنا الرقام في عايزين نحاولها بس الرقم ده هو تعبر بطريقة زي ما شرحنا قبل كده. لو عايز تشوف الرقم ده بيساوي كامل في الديسيمل بتحول عادي من ولكن اخر رقم على الشمال حط واجمع واحد. طيب هنجرب هنا اللي احنا قلناه اضرب هنا في اتنين باور زيرو. اتنين باور واحد. اتنين باور سبعة. هنا حط تمام. قلنا هنضيف واحد. حدش ينسى يضيف واحد. هنلاقي هنا الزيرو مش هافري معي. الزيرو مش هافري. الزيرو مش هافري. الزيرو مش هافري. كل اللي هتعمله انك هتجمع الارقام الباية دي. ومعك اتنين باور اربعة زائد اتنين باور اتنين زائد. اتنين باور واحد زائد اتنين باور زيرو زائد واحد. هتاخد الارقام دي كلها تحطهم على كالكوليتو. اتنين باور اربعة زائد اتنين باور اتنين. زائد اتنين باور واحد زائد اتنين باور زيرو زائد واحد. تلاقي الاجابة اربعة وعشرين. يبقى الرقم ده بيساوي اربعة وعشرين في الديسيمل. تمام. معنا هنا سؤال تاني. ادي الرقم بالبايناري متعبق بطريقة عايزين نشوف هو بيساوي كم الديسيمل. طيب. كل اللي هتعمله برضو. هتضرب في اتنين في زيرو. اتنين في واحد. اتنين في تلاتة. اتنين في اربعة. اتنين في خمسة. اتنين في ستة. اتنين في سبعة. هنا هتحط طبعا هتجمع عادي. وما تنساش تضيف واحد. وهتضيف واحد. طيب. طبعا الزيروهات دي برضو مش هتفرق. نشيلها. وهنجمع عادي خلص. هنا. نيجاتيف اتنين في سبعة. زاد اتنين في ستة. زاد اتنين في ستة زادي اتنين في تلاتة. زاد اتنين في سيرو. ما فيش تنين في سيرو. طبعا. landmark هنا عادي خالص. اتيجي على الكالكولاتور. نيجاتيف اتنين باور سبعة زائد اتنين باور ستة زائد اتنين باور خمسة زائد تنين باور ثلاثة زائد واحد هتلاقي بيساوي نيجاتيف تلاتة وعشرين. يعني الرقم ده لو حولت هيساوي نيجاتيف تلاتة وعشرين. معنا هنا رقمين برضو متعبرين بطريقة عايزين نشوف الرقمين دول. كل رقم فيهم لو حولتوا هيديني انهي رقم. طيب. نفس الكلام هتيجي هنا اضرب اتنين في باور زيرو. اتنين باور واحد. اتنين باور اتنين. اتنين باور تلاتة. اتنين باور اربعة. اتنين باور خمسة. اتنين باور ستة. اتنين باور سبعة. دي بس. والباقي. هتعمل بلاس عادي خالص. اخر رقم على الشمال بس اللي نجد. وتجمع عادي. طبعا الزيروز. مش هتفرق معا هنا. بغنكتب الباقي دول عادي. اتنين باور ستة زاد اتنين باور اربعة. زاد اتنين باور اتنين. زاد اتنين باور واحد. بتحطوها معلات كالكوليتو. اتنين باور ستة زاد اتنين باور اربعة زاد اتنين باور اتنين زاد اتنين باور واحد. هتلاقي ستة وتمانين. يبقى الرقم اللي فوق ده لو حولتو هيساوي ستة وتمانين طيب. السؤال اللي بعديه برضو احول الرقم ده. ليه? نفس الكلام ادرق اتنين باور زيرو اتنين باور واحد. اتنين باور اتنين. اتنين باور قلنا الزيروز مش هتفرق معايا. شيل الاصفار شيل الاصفار شيل الاصفار شيل الاصفار شيل الاصفار واجمع الباقي ده طبعا الباقي باور عادي واجمعه. طيب. يبقى عندي اتنين باور سبعة زاد اتنين باور خمسة زاد اتنين باور تلاتة زاد اتنين باور واحد. واجمع. نيجاتيف اتنين بور سبعة زائد اتنين بور خمس زائد اتنين بور تلاتة زائد اتنين بور واحد هتلاقي نيجاتيف ستة وتمانين يبقى الرقم اللي فوق ده كبايناري لو حولته لديسيمال هيساوي نيجاتيف ستة وتمانين